أطلق معهد غوتا بالجزائر المدعى من الوزارة الخارجية الألمانية مشروع لعبة من أجل مكاننا وهي عبارة عن لعبة لوحية بالحجم الطبيعي تقام في الأماكن العامة اللعبة طورتها الفنانة الألمانية بيا لونزينجر التي قدمتها مع المديرة الثقافية الجزائرية إكرام حمد منصور في مختلف الأماكن العمومية بالجزائر العاصمة تدعو اللعبة الأدائية النساء إلى استخدام الفضاء العام بطريقتهن الخاصة وفقا لتمثيلهن لقضاء بعض الوقت فيه وللمساعدة في تحديد شكله واستخدامه تفاصيل أكثر مع الأنيسة حمداد هناء منظمة المشروع في ميكروفون إذاعة من لا صوت له تفاصيل أهل المشروع في ميكروفون إذاً جنرال ما زالها مارجناليزة البابا سختير ألاس تطلعي في البس كان لازم باتموت أنا كالشابة جزائريا كان ماشي في الشارع تسمعي ألفاظ غير لائقة يعني نعايشين فيها و دارت هذا الجو دارت ماشي غير هنا في الجزائر دير و تانيك سلم مروك في تونس في مصر و جيت لهنا وحبت تدير و قمت بتحقيقه و قمت بتحقيقه و هناك أشخاص يقولون نحن نريد أن نريد لأننا نريد أن نريد لأننا نريد حاجة صغيرة يمكن أن تخرج و تقعد مع أولادها قبل أن تخرج فيها هذا لا يعني الشباب الجزائريين كامل هكاك تحكيني الناس يمكن أن تخرج بكل حرية و كم تخرج و كم تخرج و كم تخرج هذا الموضوع في 2020 بعد كورونا و لا يمكن أن يكون فيها في الجزائر في الجزائر لذلك 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 نحن نريد نحن نريد لكي يحاولون مجددا مها ونحاولون على أهم، كما يستطيعون التعب بابين المرأة فأول ما هي من العبقى معهم نعوا أنهم لغاية الجوية، وهم يشعرون فيها، وأجل ما يسمعون ويحاولون أنهم نحاولون الموظفة، وأنهم يقولون أنهم يشعرونها ومنون السفرين على هي المهارات على سبيل الملكم المستقبل لكي تحدث في الأشياء الخاص بهم، ويبدون نحاولون ببعض الارض انا اخبر ايضا مرد يجب ان نقوم بسيطه الى الهوبيتال لا يمكن ان اخرج من الهوبيتال تخاف التجارات ايضا تخاف التجارات اوه هذا ما هو الوقت وكان يكونوا 5 مرة هذا مثل الكارت تخذ اليوم تقول لك كيف سترياجي وكان زعما واحد يتبلغ في طريق ويقول لك لماذا هذا الكنتانون ويبسيه تخصيغي كيف ستكون راكسيون هل سترجعي له هل ستخافي من راكسيون هل سترجعي هل سترجعي شيء هل سترجعي معها هل سترجعي معها يوميا لان يتعرفوا كم جرماله يقومون بمقارنة من سترجعي 24 أو 23 ومن ثم من جمع كافة بلدعك باستخدام تشجع المشبه الى الوقتك لاتشجع المشبه الى اخرى وانه يوجد دائماً وانه يوجد اجاب تجابها وكيف يجب أن تجابها وانه يوجد دائماً وانه يوجدون اجابها هل تتعلم هذا المكان؟ هل تتعلمون بحباتك؟ لم يكن لديك الكثير من الأمر في المستوى من حول التجارة وعنها من الوصول على المستوى في المستوى ما يمكنك التجارة في الحرية وفقا اوضحوا المزيد في المستوى والآن يمكن أن يساعد المزيد في المستوى ألبا كان يالو جور هاداك كل معنا همون تشاركتوا باش قدرتوا تتحققوا الانسياتيب هادية؟ مع الانسياتيب جوت وهي كذفتي فيه الطوع باش يساهموا فيه باش كل فكرة تخصنا كامل كل فتاة جزائرية معنيها بهذا الأمر نشيغل فئة معينة كامل كل واحدة فينا عندها قصة مع حالة عنف عشتها ولا تحرش لافضي ولا جسدي Dutch وأكيد jangan نتقل بالمبادرات لذيكي بيكون عندكم هادة الممائم هالذي سهلون تكون مقتصر пес الباب سيكون لدي الله ساعدت لهم بziehonde الزميلة أكرم لطاليع أفrijان كان راتوهم موقع ذلك هناك مراحق ميساج أفير فاسي إن شاء الله كامل الجن الجيريان الرجال تأملهم مع المرأة يكونوا كابنت كابنت كأخ دائما يراعي ويعملوها كما يحب خطوط تتعامل يعني يراعي تحاولها تحاولها نقدروا نعيش بكل حرية كل واحد يعرف حدود وكل واحد يعرف يحتارم الغير الأساس تعايش بالمرأة والراجل هو الاحترام كل واحد يحتارم رأي الغير ويعاملو ب أسلوب حسن بأي حق لا دينة يطالبنا باش ننتحرش بمرأة وكما يقول كلمته الطيبة كالشجرة الطيبة فالإنسان يراعي الألفات تحاول وكما نريد ونحن كل واحد هل واجهكم صعوبات غير قيامكم في هذه المغادرة في الأماكن العامة؟ والله العظيم لا وكما قلنا ما حال من المرأة؟ 80% 20% 50% أو 100% من المرأة التي تطلت 80% أو 6% كاين هادوك دي بتيك وكما يقول 100% تتحرج المرأة في الشواري على الجزائر لذلك هل يجب أن يتحدث لأنهم يتحدثون لأنهم يتحدثون صحيح أنتم كانت مبادرة تقومون بها هل تحاولون هل تحاولون هذا؟ نعم 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 بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد شكرا على حسن المتابعة والإصغاء لقاؤنا يتجدد في موعد آخر إن شاء الله